اهلا وسهلا عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير جميعا سوف نتحدث في هذه الحلقة عن الحملة الشرسة ضد المغرب من جهات متعددة مستعملين أساليب وطرق مختلفة لتشويه سمعته وأخر هذه الحياة الادعاءات ائتلاف يتكون من منظمة العفو الدولية ومجموعة من الصحف والمواقع الإخبارية بأن المغرب استخدم تطبيق بيغاسوس للتجسس على أفراد ومسؤولين في الداخل والخارج وهو ما يدخل في إطار الحرب الدعائية ضد المغرب تطبيق بيغاسوس خدمة معقدة وليست برنامج سهل التعامل معه كما يروج البعض تم إنتاجه من طرف شركة إسرائيلية اسمها NSO والتي تعمل على تطوير برامج للأمن المعلوماتي تباع حصريا للدول بموافقة الحكومة الإسرائيلية وحسب الشركة فإن تطبيق يساهم في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ومعرفة أماكن المخطوفين والمفقودين في الكوارث الطبيعية وغيرها وبعد ورود اسمه ضمن قائمة دول لتحقيق استقصائي نشر في تلك الصحف يزعم أنه استعمل برنامج بيغاسوس لتجسس على هواتف صحفيين ونشطاء حقوقيين تم فتح تحقيق قضائي حول الاتهامات الموجهة إليه لقد رفض المغرب بشكل صارم الاتهامات الموجهة إليه من طرف هذا الاتلاف المكون من منظمة العفو الدولية ومجموعة من الصحف والمواقع الإخبارية كما سبق بالاعتماد على خدمات مختبر سيتيزن لابو بشأن قيامه بالتجسس على شخصيات إعلامية وسياسية مغربية وأجنبية باستعمال هذا البرنامج لم يكتفي بإدانة بشدة الحملة الموجهة والمكتفة التي تقودها هذه المجموعة بل حرك دعاوى قضائية ضد تلك المنابر سواء الصحفية أو حقوقية في عقر دارها في فرنسا بالضبط وقرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمة فوربيدن ستوريز والعفو الدولية أمنيستي بتهمة التشهير بحسب ما أعلن أوليفيي باراتيلي المحامي المعين من طرف المملكة المغربية خبراء في التقنيات والأمن المعلوماتي يجمعون أن التقرير الذي تحدث عن هذا الاختراق لا تتوفر فيه الشروط البحث والتدقيق مع غياب الخطوات المنهجية والافتحاص المعلوماتي وأساسيات التحقيقات الرقمية هذا مؤكد حسب هؤلاء الخبراء إذن ما يحدث مرتبط بالتحول في سياسة المغرب الخارجية ومواقفه القوية في الدفاع عن مكتسباته وسيادة قراره وهذا ما ذهب إليه وزير الخارجية ناصر بوريطة عندما أكد أن هذه الاتهامات مبنية على تخمينات بحته وأنها تخدم أجندات معروفة بعدائها تجاه المغرب وهي أوسات منزعجة من النجاحات التي تحققها المملكة في السنوات الأخيرة إذن ذهرت تلك المواقع إلى الإدعاء باختراق الهاتف الخاص للملك محمد السادس وأيضا الرئيس الفرنسي ماكرون وأعضاء من الحكومة الفرنسية وصحفيين وحول هذه المزاعم باختراق الهاتف الخاص للعاهد المغربي اعتبر ناصر بوريطة أن هذه الإدعاءات لا تحترم الحس السليم معلنا تحديه لمن يسوق هذه المزاعم أن يأتي بدليل علمي نضيف أن هناك بند أساسي عند اقتناء الدول لبرنامج بيغاسوس أن المشتري مطالب بأن لا يتجسس على الدول الحليفة لإسرائيل أو تستهدف أمنها وإذا حدث يسحب الترخيص قبل سنوات خرجت منظمة العفو الدولية تتهم المغرب باستعمال هذا البرنامج لاستهداف بعض النشطاء الحقوقيين والمعارضين لتطالب الحكومة المغربية آنذاك أمنستي بالكشف عن الأدلة التقنية التي اعتمدتها لتوجيه هذه الاتهامات لا شيء إذن خسرت أمنستي رهانها على الضجيج الإعلامي ضد المغرب كما خسرت دعوة قضائية أيضا ضد NSO مبتكلة البرنامج في تل أبيب في العام الماضي بعدما عجزت عن تقديم أي دلل مادي على اتهاماتها فكيف لأمنستي والمختبر الذي تستعين به والمتواضع على مستوى الأمن المعلوماتي وفي مجال التقنية الجديدة أن تتهم المغرب بأنه يستخدم هذا البرنامج وهي لا تملك دليلا ماديا واحدا على صدق ادعاءاتها وتقف حسابات المصارح الاقتصادية الكبرى وراء هذه الادعاءات الكاذبة فإذ من غير المستعبد أو المستبعد أن يكون اكتشاف جبل توربيك وهو من الجبال البركانية المائية داخل المياه الإقليمية للمملكة المغربية على الشواطئ المحيط الأطلسي له دور فيما يتعرض له المغرب من ضغوط على كافة المستويات حسب المختصين في مجال الجيولوجيا فالجبل يحتوي على احتياطات مهمة من المعادن النفيسة مثل كوبالت والتيروليوم التي تدخل في الصناعات الإلكترونية الدقيقة وكذا الألواح الشمسية التي تعتبر أساسية في صناعة السيارة الكهربائية التي سيكون لها شأن مستقبلا قوة دولية عديدة تتنافس لاستغلال تلك الثروات المعدنية الكبيرة الموجودة في المنطقة الاقتصادية المغربية على مستوى الشواطئ الترفاية إلى حدود مدينة الدخلة جنوبا عبر الحصول على تراخيص استغلال مشتركة بدعوى وقوع الجبل الذي يعرف كذلك بالمدار خارج مجال السيادة المعترف بها للدول المجاورة له ولا تتورع تلك الدول في استعمال جميع الأذرع الإعلامية والمنظمات الحقوقية والشركات الاستثمارية لابتزاز الدولة المغربية لأجل نيل حصتها من تلك الثروات الطبيعية المهمة جدا حرب المعلومة الاقتصادية وفي المال والتصنيع والطاقات البديلة مستعرة حول الأسواق المستجدة في القارة الإفريقية والمغرب الصين والدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية شهيتها مفتوحة ولا يمكن للمغرب أن يبقى مكتفيا بالدفاع عن حدود جغرافية محدودة في الصحراء بل أنه اختار اللعب بقواعد السوق المستجدة وقد نجح في مقربة ملفات عديدة بشكل جيد وفعال اعتراف واشنطن بسيرة المغرب على صحرائه من بين تلك المسائل يدخل في إطار أو في نطاق المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية البعيدة المدى مع المغرب وهذا ما دفع إسبانيا وألمانيا على اللعب بأوراق كاملة في الشهر الأخيرة للضغط على المغرب وما بيغاسوس إلا حلقة في ترس الهجوم وحسان ترواد للهجوم على المغرب من الداخل اللعب بالقواعد الجديدة هو السبيل الأمثل للمضي قدما نحو تحقيق ما يسبو إليه المغرب في محيط يعج بالمنافسين وحرب المعلومة تأتي في المرتبة الأولى لهذا نرجح أن الهجوم موجه بشكل ممنهجي استعملت فيه الورقة الحقوقية وحماية الخصوصية من طرف الدول الثلاث إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإلى حد ما جزء من الإدارة الأمريكية كورقة بيغاسوس جزء من اللعبة بأدوات القوة الناعمة هل المغرب مستهدف بهذا المخطط المفتعل من جهات خارجية؟ هذا السؤال الجواب نعم فالتسريبات أو حكاية التنصت على هواتف الشخصيات بالسعمال تقنية شركة الإسرائيلية لها وقع نفسي على المتلقي العادي المحلي والعالمي والذي لا يملك ثقافة معلومية كبيرة لإنهاك المغرب وجره إلى مربع الدفاع عن نقط ليست ذات أهمية إذ كيف لهؤلاء الذين اتهموا المؤسسات المغربية بالتنصت على هواتف الغير؟ بالإتيان بالبينة على أنه ليس تعمل بيغاسوس المنطق السليم شكلاً ومضموناً يقول أن من يتهم يجب عليه تقديم أدلة الاتهان بالحجة والدليل التقني العلمي الذي يؤيد مزاعمهم لكن هذا لم يحدث ولن يحدث لهذا لجأوا إلى هذه الحيلة التي لن تنطلي على من يقرأون المتغيرات الجيوستراتيجية ومجال الصراعات المتقدمة بين القوى العالمية لبرامج التجسس تاريخ طويل من المبيعات والاستخدامات حيث تقوم الشركات التابعة أصلاً للأجهزة الأمنية الغربية ببيع هذه المنتجات دون أن يكون هاجسها تطبيق القانون والمحافظة على الحقوق الفرضية كما ترى تلك الدول الأوروبية بل الأهم هو الربح المادي والسطوع على معلومات الغير ثم تأتي بعد ذلك عملية ابتزاز الحقوق من طرف الدولة التي تبيعه لمن يشتري نذكر على سبيل المثال برنامج هاكين تيم الإيطالي بيغاسوس ليس لغزاً لكنه منتج دورته مجموعة NSO الإسرائيلية التي فتحت مسارات جديدة تكنولوجياً وسياسياً واقتصادياً تحت سيطرة الحكومة إذ ليس من السهل التنافس مع هذا العملاق في صناعة المراقبة قبل سنة تقريباً قامت كبريات الشركات في مجال التكنولوجية مثل الفيسبوك وغوغل وأمازون وواتساب والآي بي آم إلى آخره برفع دعوة قضائية ضد هذه الشركة أمام محاكم الاستئناف بالولايات المتحدة الأمريكية تتهمها بانتهاك الخصوصية لكن الشركة دافعت بأنه لا يحق لمحكمة أمريكية محاكمتها لأن زبائنها حصرياً من الحكومات والدول وذلك يندرج تحت الحصانة الدبلوماسية ومعاهدة لهاي لترفض المحكمة دفاع الشركة وأقرت أن لديها الأهلية واعتبرتها مجرد مورد خدمة ولا تمثل الحكومات الكيل بعدة مكيل هو السياسة المعمول بها عند القوى الاستعمارية واللوبيات التابعة لاستخبارات معادية لمصارح المغرب فكيف تتهم المملكة بالتنصت على هواتف من يختبئون وراء النشاط الحقوقي والصحافة وتطالبه بالتعاون الأمني والاستخبارات بتقديم معلومات عن إرهابيين يعملون على استهداف تلك الدول ليلة نهار منها إسبانيا وألمانيا وغيرهما المعروف أن دوموند وميديا بارت لهم تاريخ في استهداف المغرب وتقفز على أي ملف لتدخمه ولو كان يلزمه معطيات موثوقة واستغلت تلك المنصات وغيرها بيغاسوس كمطية إعلامية خدمة لمن يريد تكبيل يد المغرب وتقييد حركته والغرض هو استمرار شركاتهم الاقتصادية في الاستفادة من امتيازات واستثمارات كبيرة وترك الفتاة للخزينة المغربية في الختام وبالمنطق التحليلي البعيد عن تعقيداته التكنولوجية هل يمكن تصديق تجسس الاستخبارات المغربية على مسؤولين فرنسيين وهم حلفاء لإسرائيل وعلى رأس قائمة الدول المحضور التجسس عليها بفضل هذا التطبيق وهل يعقل أن تتجسس الاستخبارات المغربية على الملك القول الفصل في هذه القضية أن المغرب يؤكد أنه لم يقتني ولم يستعمل هذا البرنامج وهو ما يشاطره فيه خبراء إسرائيليون أيضا إلى اللقاء